والحج المبرور يهدم ما كان قبله العبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله نعم هذا من أعظم الفضائل الحج المبرور وهو الحج الذي أدي كما شرعه الله سالما من المناقصات ويستحب للحاج الاجتهاد في أعمال الخير المحظة كالصلاة والذكر والدعاء وما تعدى نفعها كإطعام الطعام وسقي الماء ودلالة التائه وإرشاد الجاهل وبذل أنواع الإحسان وذلك لأن الله تعالى لما نهى عن الرفة والفسوق والجدال حرض سبحانه على فعل الخير فقال سبحانه وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ترجمة نانسي قنقر